من جميل ما يستأنس به قول الأديب طاه حسين حيث قسم الكلام ثلاثة أقسام فقال الكلام قرآن وشعر ونثر وعندما وصف القرآن قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم خبير وهنا في هذه الكليمات القادمة ستتذوق معي صدق ما قال عندما تشنف آذانك بكلمات أخطب العرب وأبلغهم قص بن ساعد مثلا يقول من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت وهي من الخطب العصماء المشهورة على مر تاريخ العربية ويقول زياد بن أبيه في خطبته البتراء الفصيحة عندما تكلم عن المحرمات التي ارتكبها أهل العراق في ذلك الوقت قال حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا وأيضا لما تمر على الحكم المكتوبة على جدران المستشفيات أو لافتات الطريق أو أسوار المدارس تجد مكتوبا جملا في غاية الجمال نعم العقل السليم في الجسم السليم العجلة من الشيطان وغيرها من الجمل البليغة الفصيحة الخلابة السلابة التي تأخذ بالعقول والألباب لكن عندما تقرأ قول الله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون سرعان ما ينهار صرح البيان البشري أمام هذه القدرة الربانية والفصاحة القرآنية لتدرك حقيقة أن القرآن يستحيل أن يصدر عن بشر أبدا إليك هذه الحكاية سئل أحد العلماء يوما عن بلاده بعد حرب شنتها على الثقافة الشرعية والتعليم الديني والدعوى وقد دخلت البلاد في متاهات كبار على إثر ذلك فقيل له كيف هي بلادك اليوم؟ قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم يقول أحد الأدباء كان لي صديق من المغتربين الذين يعيشون في المنافي والمهجر من التضييق الذي كان يلقاه في بلاده ومن حكومته في ذلك الوقت فلما بشر هذا المسكين بالانفتاح وانبساط الأفق واتساع سقف الحرية شيئا ما في بلاده لم لم حوائجه وراح يعد مسرعا شوقا إلى بلاده وفعلا طار إلى بلاده نزل بمطارها فوجد المباحث والاستخبارات والأمن المركزية والأمن الداخلية والقومية وعدد إلى آخر تلك القوات الحاشدة الراصدة المترقبة والمرتقبة فرجع من فوره إلى بلاد المهجر ورفاق المنفى في ذات الطائرة التي جاء فيها خائب السعي فلما رأاه أصحابه قالوا له لماذا رجعت وكيف وجدت بلادك قال لهم إنا وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبة وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصدة حقا إنه التعبير القرآني ليس كالشعر ولا كالنثر ولا كلام العامة الممجوج ترجمة نانسي قنقر